أظهرت دراسة أجراها المجلس الوطني للكنديين المسلمين أن 73% من النساء المسلمات في مقاطعة كيبك تأثرنا بصورة سلبية خلال سعيهن للحصول على وظيفة نتيجة لإقرار القانون 21 الذي يحظر على العاملين في بعض المجالة كالتدريس والشرطة والقضاء ارتداء رموز الدينية ومن بينها الحجاب غدا محمد سيدة مسلمة تعيش في مدينة مونتريال وقف هذا القانون حائلا أمام حصوله على وظيفة مدرسة تم ترشيحها لها والله بسي أنا كان ليا وحدة زبنتي أو يعني حد عرفه من الكميونيتي هي محقبة وتستغل مدرسة في مدرسة مدرسة يعني بعد الهاي سكول يعني حق شبه السجب كده هو وهي بسي شغلة بقالها فترة وهي محقبة وكان عندهم يعني بوزيشن لحد ممكن يدرس السيكولوجي للسجودين فهم قالوا لهم في المكتب يعني قولوا للناس اللي انتوا عارفينهم قبل ما نحط يعني الـ advertisement للناس في العوامي يعني الناس تشوفوا لعبقية عامة كيبك يعني وبعتت هولي ويعني كل الكريتيريا اللي كانت موجودة يعني بتليق علي أو أنا انا اقدر اشتغل الشغلانة ديت بس ما قدرتش اعمل أبلاي ان انا اسجد لان كان في مكتوب تحت عشان القانون الجديد لو انت بتلبسي اي حاجة ليها علاقة بالدين ما تقدميش فانا اددا أبلاي رغم ان هي مرشحيني وعارفة ان انا ممكن ادي ده كويس والكريتيريا اللي هما كتبينها كلها بتوافقني بس مجرد الجملة ديت فخلى منعني ان انا اقدم هناك يعني